اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مادة التربية الاسلامية اليوم هنتعلموا صورة جديدة غدين نرتلوها ونحفظوها ونفهموها وقبل ما نبدأوا في هذه الصورة الكريمة غدين نطلب منكم شنوك تلاحظوا في هذه الصورة اللي بنت على الشاشة وغدين نطلب من زهرة هي اللي تجاوبني تفضلي زهرة شنوك تلاحظي على الشاشة الكعبة سبارك الله عليك اذا كنلاحظوا الكعبة والناس يطوفون حولها وفين كتتتواجد الكعبة أخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين الكعبة كتتتواجد في مكة وغدين نسولكم واش عرفتوا الصورة اللي هي من قصار الصور واللي كتتتكلم على فتح مكة طبعا هي صورة النصر وعدد الآيات ديالها ثلاثة دابا هذه نستمع جميع لها القراءة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة أنا غدين قرأوا أنتم من تبهوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين باش نتبتوا الصورة ونعرفوا المخارج دير الحروف غادي نقرأ ونطلب منكم ترددوا من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين إذا لحظتوا في نصنا لها الكلمة هذه قرناها واستغفره واستغفره انتبهوا معايا الحرف الأخير اللي ملون باللون الأحمر اللي هو الها كان بعض الناس اللي تيقرأوا واستغفر ومتيبينوش الها وحنا في نكونوا كان قرأوا خسنا نبينوش الها كان قرأواها واستغفره واستغفره عود من بعد مني إلياس واستغفره حاولت بين لها مرة أخرى إلياس واستغفره عم مرة أخرى سلمى واستغفره تبارك الله عليك إنه كان توابا إنه كان توابا إذا لاحظوا الحرف اللي عندنا ملون بالأحمر هو حرف لها مرة أخرى واللي من بعد منه فمن بعد هاد الكلمة هادي إنه عندنا واحد الحرف صغير بين إنه وكان بين هالزوج ديال الكلمات عندنا واحد لواء صغيرة نتابهوا ليه في القراءة راح نتنمده جوج ديال الحركات وكان قراءه إنه كان إنه كان عاودي من بعد مني سناء إنه كان توابا مزيان عاودي من بعد مني عبد الله إنه كان إنه كان بارك الله عليك إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين قد نعودوا نرجعوا نقرأوا الصورة باش نزيدوا نتدربوا على الترتيل ديالها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا عندنا هنا جاء شنو الحرف اللي عندنا ملون بالأحمر تسابهوا شنو الحرف اللي عندنا ملون بالأحمر عبد الله حرف الأليف سبارك الله عليك إذا عندنا حرف الأليف هو اللي ملون بالأحمر وعندنا واحد الحرف من بعد منه ملون بالأخضر خديجة العمزة سبارك الله عليك إذا لاحظوا حرف المد اللي عندنا بالأحمر أشنو فوق منو؟ فوق منو واحد العلامة حمراء من اللي تنشوفوها في القرآن الكريم تنطول المد استدية الحركات من اللي تنشوفو هاد العلامة فوق الأليف تنطول المد استدية الحركات كيفاش ممكن نحسبوها تستدية الحركات؟ نحسبوها أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين بالأصابع دينا يعني استدية الحركات فكانتني والأصابع دينا بستة كنحسبوها ستا ديال الحركات يعني نحسبوه بالأصابع ديالنا بحال هك من اللي كنكونو كنقرأو نتبهوا معايا من اللي كنكونو كنقرأو كنحسبوه بالأصابع ديالنا ستا ديال الأصابع إذن وكنقرأوها جاء جاء عودي من بعد مني ساناء جاء اكتبارك الله عليك ساناء هذي نطلب من زهراء مرة أخرى تقرأ وانتبه زهراء كنقرأوها جاء عودي زهراء جاء اكتبارك الله عليك العبارة اللي من بعد منها نصر الله نصر الله إذن عندنا الحرف اللي ملون بالأخضر هو حرف الراء إذن إلياس شطو الحركة اللي كيناه فوق حرف الراء اللي ملون بالأخضر تفضل إلياس عنده الضمة سبارك الله عليك إذن عنده الضمة هنا فين كتكون عندنا الضمة فوق الحرف وكيتبعها اسم الجلالة كنقرأو اسم الجلالة مفخمة وكنقرأوها نصر الله كنطقوها مفخمة نصر الله عودي من بعد مني خديجة نصر الله نصر الله نعم إذن قرأناها مفخمة من حيث قبل منها الضمة اللي شفناها فوق حرف الراء نصر الله عودي سلم نصر الله نعم وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَا فِي دِينِ اللَّهِ إذن دا بغد نشوفو فِي دِينِ اللَّهِ إذن إلا لحظة عندنا الحرف اللي بالأخضر اللي هو حرف النون تحت منه كسراء وإسم الجلالة وفين كيتسبقوا الكسراء كنقرأوه مرقاق كنقرأوه مرقاق فنقول دين الله نقرأوه دين الله دين الله إلا فخمناه هنا قبل الضمة هنا خصنا نرققه قبل الكسراء دين الله تفضل يسانا دين الله نعم مرة أخرى إلياس دين الله عبد الله دين الله سبارك الله عليكم إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هاتينكملوا القراءة دي الصورة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين في هذه الحلقة تعلمنا أن نرتلوا صورة النصر ووقفنا على مجموعة دي الكلمات والعبارات باش نتعلموا نتقوها بطريقة صحيحة و باش تمكنوا من حفظ الصورة بطريقة سليمة عاودوا وقراوها وارطلوها في بيوتكم مرات وصلنا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين لنهاية الحصة بقوا مع مادة الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة